بعد أن تحدثنا عزائي طلبة الصف العاشر في الحصص الماضية عن الممنوع من الصرف وما هو الممنوع من الصرف أهو الاسم الذي لا ينون كلنا والذي يجرب الفتحة عوضا عن الكسرة وتحدثنا عن أقسام الممنوع من الصرف كلنا هو العلم الصفة صغط منتهى الجمع بقي ردينا النوع الأخير من أنواع الممنوع من الصرف ألا وهو الاسم الممدود فسوف نتعرف اليوم عن المقصود بالاسم الممدود وبعض من الأمثلة عليه هذا الاسم الممدود ومن ثم نتعرف إلى شيء آخر متى يحق للممنوع من الصرف أن يصرف أي متى يحق له أن يجر بالكسرة في موضعه فالاسم الممدود أعزائي الطلبة هو الاسم المنتهي بهمزة زائدة قبلها ألف الاسم المنتهي بهمزة زائدة قبلها ألف سواء كان مفردا أو جمعا مثل صحراء علماء شعراء شركاء عظماء وإلى غيرها من بقية الكلمة هذا هو الاسم الممدود بهمزة زائدة قبلها ألف مثل ما قل فأقول سرت في صحراء واسعة صحراء اسم مجرور وعلى مجره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه منوع من الصرف تعرفت إلى علماء كثيرين انظر علماء جرت بالفتحة عوضا عن الكسرة فعلماء مفردها عالم فالهمزة هنا زائدة صحراء من الفعل صحورة فالهمزة هنا زائدة أقول علماء شعراء مفردها شاعر شركاء شريك عظماء عظيم وإلى غيرها من أنواع الأسماء الممدودة في اللغة العربية التي كنا قد تعرفنا عليها في الصف التاسع إذا تذكرون ذلك الموضوع الآن متى يحق لهذه الكلمات أو الأسماء الممنوعة من الصرف أن تجر بالكسرة كما هي في اللغة العربية أو كبقية الأسماء التي تجر بالكسرة أقول يجر حالات صرف الممنوع من الصرف يجر الممنوع من الصرف في الحالة الأولى إذا وقع مضافا ما المقصود إذا وقع مضافا؟ أي إذا جاء بعده مضاف إليه فأقول هي مررت بمدارس جديدة هنا جديدة نعت لكلمة مدارس نعم فمدارس هنا مجرورة بالفتحة عوضا عن الكسرة هلأ متى الآن؟ متى يحق لي أن يقول بمدارسي؟ أقول بمررت بمدارس العاصمة ما إعراب العاصمة هنا؟ العاصمة هي مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسرة أي أن مدارس جاءت مضافة فبما أن مدارس جاءت مضافة وجاء بعدها مضاف إليه فيحق لكلمة مدارس الممنوع من الصرف هنا أن تصرف أي تجرب الكسرة الحقيقية كما باقي الكلمات في اللغة العربية هذه هي الحالة الأولى الحالة الثانية إذا عرفت بأل إذا جاءت معرفة بأل التعريف أقول مثلا بالنسبة لكلمة أبيض كان لون الثوبي أبيضة أبيضة هنا نعت كان لون الثوبي أبيضة ماذا كان لون الثوبي؟ عفوا هنا أبيضة فأبيضة هنا إعراب أبيضة هي خبر كان منصوب على متنصبه الفتحة نصبت بالفتحة عوضا عن التنوين لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصر أقول هنا اشتريت حداءا مناسبا للثوب الأبيض انظر جررتها بالكسرة لماذا هنا جرت بالكسرة ولم تجر بالفتحة؟ لأنها عرفت بأل فأل أبيضي جررتها بالكسرة على الرغم من أن كلمة أبيض هي ممنوعة من الصرف يجب أن تجر بالفتحة إلا أنها هنا جرت بالكسرة وصرفت بسبب أنها جاءت معرفتان فهكذا نعرف عفوا تصرف الكلمات في اللغة العربية الممنوعة من الصرف هكذا يكون درسنا أو وحدتنا الممنوعة من الصرف انتهت الحمد لله رب العالمين وشرحها قد تم بكافة تفاصيله الآن ننتقل إلى بعض أسئلة وتمارين الكتاب الموجودة لدينا ونحلها معا أنا وإياكم لو قلت التدريب الأول الموجود لدينا استخرج الأسماء الممنوعة من الصرف فيما يأتي واذكر سبب منعها قال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين صدق الله العظيم لو جئنا أن ننظر ما الاسم الممنوع من الصرف هنا اتبعوا ملة إبراهيم إبراهيم هي الممنوعة من الصرف لأنها علم أعجمي نعم حسن المثال الثاني إن أخاك أكرمه مثال للشباب الناجح إذا تحدى إعاقته محققا التفوق على أقرانه الممنوع من الصرف هنا أكرم أكرم لأنها أسم علم على وزن الفعل قال الشاعر حيدر محمود أرخت عمان جدائلها فوق الكتفين فاهتز المجد وقبلها بين العينين الممنوع من الصرف هنا هي كلمة عمان عمان لأنها علم مؤنث تأنيثا معنويا الرابع لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباق الوشم في ظاهر اليد الممنوع من الصرف هنا خولة خولة لأنها علم مؤنث تأنيثا لفظيا ومعنويا أيضا كلاهما انتهت بالتاء المربوطة الله يا وطنا ما زال يجمعنا بين الجوانح لا قيس ولا مضر طبعا هنا الجوانح هي صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف لكن بسبب تعريفها بأل التعريف صرفت فلا أعتبر هنا ممنوعة من الصرف إذا أردت أن أعددها فأقول لا قيس ولا مضر الممنوع من الصرف هنا مضر لأنها علم جاء على وزن فعل ستة كوكب زحل من كواكب المجموعة الشمسية الممنوع من الصرف هنا زحل علم أيضا على وزن فعل سبعة جاء في الأمثال ما كل سوداء تمرة ولا كل بيضاء شحمة سوداء وبيضاء لأنها صفة على وزن أفعل ومؤنثها فعلاء فسوداء مذكرها أفعل وبيضاء أيضا مذكرها أفعل التدريب الثاني ضع الصفة أخضر في ثلاث جمل تكون مرفوعة منصوبة ومجرورة هذا أتركه لكم أعزائي الطلبة تضعونها كيفما تشاءون في جمل مفيدة التدريب الثالث عين صيغة منتهى الجموع ثم أضبط آخرها التي تلي الآية الكريمة قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدبرين صدق الله العظيم الممنوع من الصرف هنا في مواطنة مواطنة هنا صيغة منتهى الجموع أيضا هذه في الآية الكريمة ننتقل إلى بعدها في مدرستنا قوانين ولوائح تكفل طبط سير العمل فيها قوانين ولوائح هنا صيغة منتهى الجموع قوانين ولوائح لأن هنا قوانين مبتدى مؤخر لوائح اسم معطوف نظمنا رحلة جماعية إلى مصانع الأدوية الأردنية طبعا مصانع هنا صيغة منتهى الجموع لكنها جرت بالكسرة لأنها جاءت مضافة قد تجد محالة تجارية تبيع مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك البشري فلا تتعامل معها وسارع إلى تبليغ الجهات الرسمية عنها تجد محالة قد تجد محالة هنا محال صيغة منتهى الجموع محالة مفعول به منصوب طبعا بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف تبيع مواد أيضا مفعول به منصوب ممنوعة من الصرف منصوبة بالفتحة عوضا عن التنمي في أردننا حدائق غناء وملاعب واسعة وجامعات تخرج فيها علماء وأدباء وفنانون عظماء هنا المنوع من الصرف حدائق غناء في أردننا حدائق غناء هنا حدائق مبتدأ مؤخر لأنها صيغة منتهى الجمع إلى غيرها ننتقل إلى التدريب الرابع معا اقرأ ما يأتي أجب عما يلي هنا الأمثلة أو هذا الأمثل التي علينا عليها مجموعة من الأسئلة قال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ثالث ثاني قال غسان للتقدم الصناعي أكبر الأثر في نهضة المجتمع إن نتائجه أخذت تعم المجتمعات الراقية وليس بخاف على أولي المعرفة أن لبعض الصناعات أضرارا كتلوث البيئة وقد أسهم العلماء بإنجازات كبرى لإنقاذ البشرية من مضارها وسرعان ما يتحقق ذلك فيا لعظمة العلم ما علة منع ما تحته خط من الصرف أي لماذا منعت الكلمات الآتية مساكين لماذا هنا ممنوعة من الصرف لأنها صيغة منتهى الجمع غسانه لماذا منعت من الصرف لأنها علم انتهى بألف ونون زائدتين وقد أسهم العلماء لماذا العلماء لأنها اسم ممدود من مضارها من مضارها طبعا هنا علم ممنوع عفوا هنا صيغة منتهى الجمع هل الكلمتان الثاني تحتهما خط ممنوعتان من الصرف أم مصروفتان تحتهما خطان هنا العلماء ومضارها نعم هنا صرفت صرفت هذه الكلمتين لماذا صرفتا لأن العلماء جاءت معرفة بأل ومضار هنا أضيفت أي أن جاء بعدها مضاف إليه وهي ألها كلمة نتائجه تعرب اسم إن منصوب بالجملة إن نتائجه نعم ضع تلك الكلمة في جملتين هذا أيضا الجمل أتركها لكم عزيزي الطالب التدريب الخامس ضع خطا تحت الاسم منوع من الصرف ثم اضبط آخره تحدث المتحاورون عن شعراء وأدباء شعراء وأدباء ممنوعة من الصرف لأنها اسم ممدود مرت القافلة من بيداء شاسعة بيداء أيضا منوع من الصرف لأنها اسم ممدود تخرج الجامعات الأردنية مدرسين ومدرسات وأطباء انظر أيضا أطباء لأنها اسم ممدود استمعت ابتسام وعلاء ابتسام ممنوعة من الصرف لأنها على مؤنث تأنيثا معنويا تدريب السادس والأخير اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب عما يليها استخرج من النص يا نهر الأردني يا معبر الأنبياء وموحد الأشقاء فعلى مائك الأغر مضى عمر إلى القدس يحمل الوئام يا نهر الأردني ماءك أخضر من أثر الحب مليئة ذاكرتك بأقاصيص عن فضلاء مروا بك ألقوا عليك التحية فرددت بأحسن منها اسمين ممنوعين من الصرف لو نظرنا هنا أسماء ممنوعة من الصرف الأنبياء مفردها نبي إذن هي اسم ممدود الأشقاء مفردها شقيق وهي ممنوعة من الصرف اسم ممدود الأغر هي صفة على وزن أفعل مؤنثها فعلاء غراء صيغة منتهى الجموع أقاصيص على وزن أفاعل نعم صيغة منتهى الجموع كلمة أحسن من نوعه من الصرف اسرفها في جملة الأحسن فرددت بأحسنة أقول فرددت بالأحسني أي عرفتها بأل بقياء تدريب السابع أتركه لكم عزيزي الطالب هذا عبارة عن إعراب كلمات مخطوط تحتها هكذا نقود قد أنهينا درس الممنوع من الصرف بكافة تفاصيله ألقاكم إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحصة القادمة أي أرد لكم ورقة عمل خاصة بالممنوع من الصرف راجية منكم أن تحلوا هذه الورقة وأن تبعثوا لنا بالحلول على موقع المدرسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمتكم معالي رئيس نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر